الأخير هيبقى فيه يعني من لحقن الدهون في المؤخرة خباك للحصول على شكل مؤخرة البرازيلية عشان نبقى عارفين إيه هي المؤخرة البرازيلية المؤخرة البرازيلية المؤخرة العالية شوية مدورة من كل الاتجاهات لازم تكون في كل أي اتجاه من الجنب من قدام من وراء من الخلف من أي حتة من فوق من تحت لازم تكون شكل تقريبا دائرة وتكون تناسقها الحقيقي او النسب بينها وبين الخصر او الوسط والفخدين هي نسبة تناسق جميلة هي الربط بينهم بتدي الشكل الانسياب الجميل اللي يطلع في الاخر شكل المؤخرة عالية وكمان مدورة من كل اتجاهات هي دي المؤخرة برزرية الحجم فيها مش مهم او مش اساسي لكن الشكل فيها هو الاساسي يعني ممكن نعمل مؤخرة برزرية لسيدة او لوحدة بدون ما نخلي حجمها فظيع وكده وكبيرة وشكلها يعني مش مش لطيف اوي زي ما احنا بدايقنا لكن يهمنا دايما انها تكون مدورة ومتنسقة وليقى على وسطها وليقى على الفخدين منفعش واحدة رفيعة فجأة ونعمل لها مؤخرة كبيرة جدا شكلها هيبقى سيء للغاية ومنفعش برضو واحدة مليانة خالص نعمل لها مؤخرة صغيرة خالص هيبقى برضو شكلها غريب للاخل ولازم نربط العلاقات ما بين فوق وتحت المؤخرة لا ترى لوحدها منفصلة طيب نرجع للمؤخرة البرازيلية وقلنا ان احنا ازاي نعملها اشكال المؤخرة اللي موجودة في الدنيا اربع اشكال ياما المربع او الرجالي اللي احنا نسميه رجالي وساعت بتبقى شوية في النص عاملة كده عاملة زي حرف السي وهبقى بتبقى دخل الجوة من النص كده ياما على شكل حرف الاي باللغة الانجليزية اللي هي رفيعة من فوق وعريضة من تحت وفيها على شكل حرف الفي باللغة الانجليزية اللي هي رفيعة من تحت وعريضة من فوق كل الاشكال المربعة او حرف الاي او الحرف الفي حقيقة شكلها ما بيبقاش لطيف قوي واحلى شكل بيبقى الشكل الدائري او المدورة اللي احنا دايما بنحاول نوصل ليه المؤخرة كمان لازم في كسرة تحت المؤخرة كده لازم الكسرة دي تبقى لغاية نصف الساق بس مش موجودة في الجزء الخارجي خباك عشان تبقى ماشية طالعة من الفخدين على المؤخرة على الوسط خباك او الخصر وتبقى كل ده خط منحني واحد مفهوش الا ولا كسرة لان في ناس كتير تقولك انا عندي جنبين حلوين لا الجنبين اللي تحت المؤخرة مش حلوين خباك اللي هما نازلين لتحت شوية مش حلوين خباك لكن جنبين بيقوا لازم فوق في نفس دوران المؤخرة فساعات اللي احنا بسميها الدبل كورسي تبقى ستة طالعة كده وعندين طالعة فيه طالعة تانية جنبها ده مش حلوة لكن الخط لازم يكون منحني ونازل بشكل انسيابي جميل من فوق من ساعة الوسط كده لغاية فعشان لما بنعمل مؤخرة برزرية او بنحقن الدهون في المؤخرة برزرية ساعات او في اغلب الاحيان بيبقى لازم معها شوية نحت في المنطقة اللي فوقيها او منطقة تحتيها عشان نحددها ونخلي شكلها جميل ترجمة نانسي قنقر